اشتركوا في القناة مع دخول الفكر الاستثماري وفكرة التجرب الاحترافية في الدول المصري فرقة اللي قايمة على مستثمرين او على رجال اعمال اعتقد ان المنافسة هتكون غير والبداية يمكن زي ما زميل يبلغوني ان مباراة الاتحاد وبرامدس خلصت صالح الاتحاد بنتيجة اتنين واحد فيه مفاجأة دي كابتن رمضان ولا كانت متوقعة هي مش مفاجأة لان هي برضك انا نفس اقول حاجة برضو المادة الوحديها مش هتحقق لك انتصارات ومش هتحقق لك انجاز يعني الناس ناسية التاريخ وناسية الجماهرية والشعبية الحاجات دي كلها بتسوي مليارات يعني مليارات فبالتالي رغم تجميع برمز اللي لعيبة نجوم كبار جدا ولعيبة على مستوى عليه جدا لكن ده مش هيكفي ان انت تحقق بهم انجاز صعب من الامر مش سهلة وان كان زي ما قلت ومش عايب برضو حاجة تتطفق معي يعني احنا بداية الموسم بالنسبة النادي الاهلي والموسم انطلق خلاص شفنا فرق وفدة جديدة بتقدم كرة حالوة شفنا فرق كتلناس مستانية تشوفها في توبيها الجديد زي ما بيقولوا زي بيرامدز النهاردة بيخسر قدام الاتحاد لكن احنا بالنسبة لنا بكرة شايف المنافسة السنة دي هتكون اصعب من السنة اللي فاتت وانا كنت بقول في بداية الحلقة انه اي فرق بتلعب قدام الاهلي بتلعب كأنها بتلعب نهائي بطولة لكن لما النهاردة تلعب مع الاهلي حامل السلسية وبطل افريقيا بالتأكيد ده هيرفع من الحافظ النفسي او الدافع عند اللعيبة اللي بتواجه النادي الاهلي في كل المطشوات شايف المنافسة ازاي السنة دي؟ اكيد المنافسة صعبة جدا 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 انا انا اقول لك ان المنافسة السنة دي من اصعب في العشر سنوات الاخيرة الحقيقة لان انت بتكلم على فرق صعدة وعندهم امكانيات مادية تتساوى مع انديها مثلا في التالة مراكز الاربع مراكز الاولى فبالتالي مثل زي سيراميكا زي بنك اهلي زي مثلا بتكلم على برمز بكل الامكانيات المادية اللي عندهم الحقيقة فالمنافسة صعبة جدا ويمكن انت بتكلم في حاجة مهمة جدا انا النهاردة الطبيعي ان انا لما باجي كالعيب كورة وعندي مباراة الاهل بكرة من غير ما المدرب ولا مدير الفني حفزني انا عندي تحافظ لنفسي محفز نفسي عشان اظهر في المباراة دي وانا عارف ان المباراة دي ممكن توصلني لايه فما بالك بقى انت بتلاعب دلوقتي تقولي انا بقابل الفرق اللي حصل على السلسية حصل على دور عام وحصل على دور الابطال وحصل على قص مصر لا ده الدوافع عند الفرق التانية هيبقى قوية جدا 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 لكن احنا بنطمئن الحاجة يمكن احنا عكس مثلا اندية اوروبية كبيرة جدا ريال مدريد مع زيدان لما حصل على بطول الدور الابطال ثلاث مرات راح مقدم استقالة فبيسألوا انت ليه قدمت استقالة قال لهم انا بعد كده مش هلاقي اجيب دوافع للعيب تزم ايه تاني بعد ما حصلت على الدور الابطال ثلاث مواسف احنا نادل اهلنا مختلف يعني سبحان الله احمد انت بتاخد مثلا دور عام يقول لك كاس مصر تاخد كاس مصر يقول لك دور الابطال انت عارف ما بيستناش يوم يعني يعني مثلا ايه لا الادارة ولا العيبة ولا الجهاز الفني ولا الجماهيل بترضي مرهج جدا 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 وصعب صعب جدا شئ صعب لكن على مدار كل المواسم اللي فاتت دي كلها لعيبة النادل اهل لما بتحطف هنا في الضغوط دي بتقدي وفعلا بتلاقيها دعم الفرقة دعم تدعيم الفرقة يعني بلعبين سواء عودة معارين او او الصفقات الجديدة شايفوا دعم كافي ولا غير كافي الاهلي محتاج كمان دعم كافي جدا لانك انت بتتكلم على الست عناصر اللي هما منتخب الومبي أنا في رأيي ستة عن ناصر إضافة قوية جدا 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 في كل المراكز الحقيقة يعني أنت ناصر ماهر أنا في رأيي من اللعيبة اللي هيثبت وجودهم في خلال الفترة اللي جاية دي أنا في رأييي أن ناصر ماهر ده من اللعيبة السوبر اللي موجودين في مصر يعني أنت بتتكلم مثلا بتلاعب مثلا منتخب برازيل أولومبي ندية كبيرة جدا وتفوق ده ماتش الأخرين بتاعه طبعا تفوق وأعتقد ناصر ماهر يمكن أنا شفته كمان في حاجة غريبة جدا جدا عن أداءه كمان أنه هو كمان بيعمل حتة صناعة اللعب وفي نفس الوقت أكتر كميات جارية في المباراة دي كان ناصر ماهر والنواحة الدفاعية كمان كان بيرجع ويرد ويستخلص فده السوبر أحمد ياسر نفس الحكاية برضك مهاجم مواعد يعني المجموعة الحقيقة عندك صلاح عندك طارح عندك أكرم توفيق عندك أحمد داكم كل دول منتخب كل دولة إضافات قوية جدا وبدر بنون منتخب مغرب بدر بنون يا أحمد أنا برضك عشان في ناس تلقيت قالت إيه إحنا مش ممكن نحكم على بدر بنون في مباراة في أداءه في مباراة لا إحنا تفرجنا على الحقيقة على بدر بنون وهو في فرقته الحقيقة لا لعيب سوبر أنت من العيبة اللي بتعامل مع الكرات العالية بشكل يعني فيه تفوق عالي جدا 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 بيتعامل في موقف واحد ضد واحد على الأرض ما حدش بيروه بسهولة بناء الهجمة من تحت زي بيكم باور حاجات اللي هي السوبر زي عماد النحاس لما كان عندنا زي اللعبة السوبر اللي كان موجودين هو لعبه شيك كمان يعني البناء الهجمة من تحت تحس أن فيها الشياكة الحاجات الكور السابتة اللي ليك هو بيتعامل معها كواس أوي إذا كان الكور السابتة الكورنر أو الفاول بتعامل بدماغه وهو أساسا بيسدد كمان الكور السابتة فلا إن أنا بختلف مع الناس اللي بيقولوا إحنا لسا ما حكمناش على لا بالعكس ده الراجل يعني من المدافعين السوبر اللي هيبقوا موجودين في الدور المصر السانية في مراكز من وجهة نظرك تحتاج لدعم من الفترة اللي جاية يعني أعتقد أن إحنا كان المركز اللي هو اللي فيه بدر بنون وأعتقد أنه تغطى ويمكن الإصابات كمان سعد سمير والناس كتيرة من الإصابات ويخشوا خرص إن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه المركز اللي ممكن نغطيه الحقيقة إذا كان جناح اللي هو السوبر زي ما هم نادي الأهل الحقيقة والإدارة الحقيقة بيتفاوضوا مع سرينو الحقيقة وده لعيب الحقيقة هيعمل إضافة قوية جدا أبتاليس أسألك مين العيب اللي تحب تشوفه لا بس تيشرت النادي الأهل أكيد من اللعيبة اللي بيعمل الحاجات اللي هي الزي كان الجناح يمين أو الجناح الشمال أولاً بيعرف يعمل كرة جماعية مع الجنب اللي بيلعب فيه وهو بيختارك بشكل قو جداً مهاري بشكل قو جداً فيه سرعة بشكل قو جداً نسمع رأي الجمهور في سرينو نسمع رأي الجمهور في سرينو أغلبه على صفحتنا يعني أتكلم على الجماهير الموجودة على صفحات قناة النادي الأهلي منقسم لأتنين وفيه اتفاق طبعاً أن كرة سرينو كرة رائعة وأنه العيب جايت جداً جداً بس فيه ناس تقول لك إحنا محتاجينه جداً في النادي الأهلي وفيه ناس تقول لا إحنا شايفين أنه المقابل المادي في مقابل سنه اللي دخل على 30 سنة تقريباً لا ممكن نجيب الفلوس دي لعب أقوى من سرينو لو استننا شوية ودورنا على العيب بنفس المقاومات لكن سنه يكون أقل من كده شوية الناس منقسمة عليه يعني أنت النهاردة أولاً حتة العمر دي يا أحمد دلوقتي لازم تختافي من طاقيمنا لأنك أنت النهاردة النهاردة صلاح صلاح العيب نادي البنك الأهلي عند 40 سنة وبيهدف وهو اللي جاب الجول وطوال المباراة هو اللي يعني بجاوموفيتش 39 سنة هتدفت دور الإطالي بس دي استثناءات يا كابتر رمضان برضو ما داشت قوله أنها قاعدة يعني اللعيب اللي عنده إصرار ده وأنه يكمل وأنه يحافظ على نفسه هو يعني ولقي ليه مش كثير هو التدريب الحديث اللي موجود حالياً دلوقتي بيدي فرصة لدي الحيطة الاستشفى والتأهيل والحاجات دي كلها بتدي فرصة أن اللعيب يكمل دلوقتي العلاج بالإصابات تطور جداً طبعاً طبعاً التعامل مع الإصابات دلوقتي كمان انت دلوقتي فيه حاجة مهمة جداً في لعيب الكورة اللعيب اللي بيقدر يشغل على نفسه ده ده اللعيب يعني نهارده رونالدو يعني مكمل ويكمل لغاية 40 سنة لأن الراجل بيشتغل على نفسه راجل مش سايب كده سايبها كده للزروب لا أنا اللعيب اللي هي هو ده الاحتراف يا كابتر رمضان طبعاً الاحتراف مش عقود بتتطع بالنادي ولعب فقط لغير وحساب في البنك وشهرة وبروباجندا الاحتراف انك تبقى ملتزم وتعرف ايه النقاط الضعف اللي عندك وتتحسنها بالزبط تفضل تطور من مستواك وتقول ابداً في مرحلة مراحل ما كتفتش أنا عايز عايز الاكتر انت النهارده اللعيب بنفسه النجم بره في اوروبا اللعيب بنفسه بروح يجيب مدرب ليقى بدنية اشتغل معاه خاصة ليه هو اللعيب بنفسه ازاي بروح يجيب ادوات الجم وحطها في بيته في منزله عشان اشتغل في اي وقت انت عشان الاموال اللي موجودة دي لو انت مشتغلتش على نفسك لا مش هتكمل كم فلمية من لعيبة مصر بتشتغل على نفسها من وجهة نظرة والله يعني ابتدوا يعني ابتدوا دلوقتي النسبة تعلي شوية لان الاول لا ما كانش فيه خالص الاغلبية ولا الاقلية دلوقتي بقى يعني فيه دلوقتي انا في رأيي انه في خلال مسلا موهم ولqus هتلاقي اغلب لايبة مصر بيشتغل على نفسها اه طبعا لان هما كمان متابعين اللعيبة الاوروبيين واللاعيبة الاوروبيين بيعملون بيشتغلوا اي ايا انا فيصج اي ا عن نفسهم ويشتغلوا ازاي ويجيبهم درابين لو قابل اليه ازاي اشتغل عن موسيماني يعني عن مه موسيماني امه مه ما منك يجرؤ انه يقيم موسيماني او كرة الاهلي مع موسيماني في الفترة التي تولى فيها المسؤولية الرجل جاء يعني متضر للنار زي ما بيقوله دخل كده وش في كم الدوري في قد أفريقيا فيلعب نهائي كاس مصر وراجل حقيقة يمكن ايه قدل مطلوب منه فكان صعب انك انت بحكم المشاكل اللي كانت في فيلسكورت بتاع الاهلي كان عندنا غيابات وإيقافات ولعيبة بعيد بقالها فترة وما كانش عنده أوراق كتير يقدر يلعب فما تقدرش تقايم فكره قوي من امتى نقايم فكر مسلماني يعني هبكرا هنبتدي مطش اول مطش في الدوري عندنا بعد كده كاس سوبر افريقيا عندنا كاس سوبر محلي عندنا بطولة كاس العالم في اليابان شايف امتى بصمة مسلماني تبتدي تبانى عشان نقدر نقول والله الراجل ده ممكن يعمل مشوار حلوة مع النادي الاهلي ولا هو رجل مرحلة ومجرد انتهاء هيبقى شكرا جزيلا لا انا في رأي بالعكس يعني يعني موسماني الحقيقة حتى النادي الاهلي او دارة النادي الاهلي لما جاتت تعاقد معاه ما تعاقدتش معاه على موسم ده تعاقدت معاه على موسمين معنى ان انت بتتعاقد مع مدير فياني على موسمين معنى كده ان لأ انت بتصق فيه وبتصق في قدراته والحقيقة يعني احنا برضك لما نيجي نقول تكملته لدور الابطال وحصوله على قص مصر ولسه مش قادرين نحكم عليه تبقى حاجة ظلمة يعني لا بالعكس هو اثبت وجوده وفي نفس الوقت اللي احنا كنا بنشوفه يا احمد في اداء سان داونز في السنين اللي فاتت احنا طبعا متابعين لهم من الفرقة القوية جدا في افريقيا لا هو نفس الاداء الحقيقة الكرة الجمعية والكرة اللي هي فيها التحرك بدون كرة الكرة الرتمي السريع الحاجات اللي هي الاستحواز انشاء مصبتوا بقت واضحة من وجهة نظر لا واضحة استحوازي الايجابي اللي بيعمله واضحة طبعا وبل العكس بقى لما تخشلوا العناصر اللي هي الاضافات اللي هي اذا كان لعبة المنتخب الومبي او اذا كان زي ما بتكلم طهر محمد طهر او بدر بنون الحقيقة الصفقات دي كمان لا ده هتضف له وهو هيدب بيها كمان لأداء النادي الاهلي طيب من مجمل كلام حضرتك كابتر رمضان انك راضي على طبعا احنا عندنا فريق بطل يعني يعني السكواد اللي احنا ختابنا بيه من سيزن اللي فات الحقيقة الرجالة عملت اللي عليها وزيادة كمان حبتين لانه هم عانوا من سيزن طويل جدا وعانوا من فتر التوقف تقريبا اربع شهور وعانوا مش هكلم على حرب الاشعاة لانه عرف انه رجالة الاهلي مش بتخطي كلام ده فتنانها اوي لكن النجاح اللي حصل ده حصل نتيجة مجهود شق جدا ما رجالة الاهلي لما اضيف عليهم تمت صفقات ربحة مع مدير فني حاك شايف انه يليق باسم الاهلي وقدر انه يشيل المسئولية ده خليني بقى ابص للسيزن الجديد واجي اكلم حضرتك فرقتنا الحمد لله على مستوى التدعيم وعلى مستوى القادرة الفنية حقيق راضي عنها شايف الاهلي قادر على تكرار الانجاز اللي حصل السنة اللي جاية السنة اللي فاتت للمواسم جاية يعني دايما بيقى فيه فترات زهبية كده الاهلي يطلع ياخد افريقيا مرة تلاقي راح واخد التانية ومفوت سنة واخد التالتة وسوبر افريقيا موجود معنا طول الوقت احنا في بداية مرحلة زي دي ولا شايف انه اللي حصل ده صعب قوي او مش مطلوب ان احنا نكرره على اقل السيزن اللي جاي بالعكس يا احمد ان شاء الله بإذن الله هيتكرر وهيتكرر من بداية مباراة بكرة ان شاء الله اللي هو بداية المسابقة مسابقة الدور الجديد اعتقد انت هتشوف تيم النادي الاهلي بشكل مختلف جدا الحقيقة انت بنتكلم على التمن صفقات هيعملوا ادفة قوية جدا بتتكلم على مسيماني الحقيقة انا في رأيي كمان ان هو هيقدم نفسه اكتر من الفترة اللي فاتت كمان وهيقدم نفسه بشكل قوي جدا 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 حتى بتكتمل معه بقى حاجات كتيرة الحقيقة اذا كان لعناصر الجديدة او هو كمان الحقيقة يعني يمكن هو من اول ما جيه في اول تعاقده اول ما جيه هو طبعا عارف لعيبة النادي الاهلي بشكل قوي جدا عشان كده يعني حصل بيهم على الدور الابطال وحصل بيهم على كاس مصر وان شاء الله بإذن الله حيبقى بداية قوية جدا في الموسم ده والنادي الاهلي قادر ان هو يحقق يواصل انتصاراته يعني انا قلت لك انا ريال مدريد باسم العلام الكبير اوي ده زي دان قالك انا انا هجيب دوافع منين لأقول للعيبة ايه يعني عشان اعمل رح اقدم استئلة لعبة النادي الاهلي بقى حتى لو المدير الفني مشي هم لعبة النادي الاهلي متؤقلمين على كده ان انت زي ما قلت لك يحمد ما فيش اكتفاق لا جمهور النادي الاهلي عنده اكتفاق ولا لعبة النادي الاهلي عندها طموح لكن انا باسأل وقول هل شايف حقيق ان احنا قادرين ان كود اللي موجود النهاردة بالتحتقالات ميسر موسيماني قادر انه يكرر انجازات الاجيال الذهبية للنادي الاهلي ويبقى في سيطارة بقى تم على بطولة أفريقيا وعلى إحنا مسيطرين على البطولات المحلية ده شيء بالنسبة لجمهي الأهلي مفروغ منه لكن بالنسبة لبطولات القرية هو ده دايما بالنسبة للأهل وهي البطولة المفضلة النادي الأهلي قادر وأعتقد أننا في يناير الصفقتين اللي النادي الأهلي يفكر فيهم أعتقد أنه يضيفه وقادر أنه إن شاء الله نحافظ على دور الأبطال ونحافظ على دور عام بتاعنا البطولة المفضلة لنا لا يعني قادرين إن شاء الله إن نحن نواصل إن شاء الله ومناسبة الصفقتين اللي حاجة بتتكلم عليهم خلينا أقول أنه اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتفكر تفتح باب القيد الشتوي فيه آخر يناير بدل من فبراير عشان عندها المصرية اللي بتشارك فيه البطولات الأفريقية وده يفيدنا بشكل جيد يفيد الأهلي طبعا عندنا مطش مش عارف طبعا السوبر الأفريقي اللي تقال الكلام اللي بترد إنه ممكن يبقى في خلال الأسبوع اللي قبل كسر عالم للأندية في دولة قطر ويبقى مشاركة الأهلي بعدها في كسر عالم للأندية وبالتالي الأهلي هيستفيد بشكل كبير جدا من الصفقات الجديدة في البطولة طبعا وإحنا كبان دخلين على الأندية طبعا قدية كسر عالم الحقيقة رحين نعمل إياه كابتال رمضان هناك هتقدم الحقيقة مستوى كويس جدا وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك بالصفقات أنا طموح إنه نحن إن شاء الله بإذن الله نوصل دول أربعة نوصل دول أربعة مش ممكن نعدي نهائي لو وصلت دول أربعة خلاص أنت موجود من ضمن الأربعة فرق في العالم أعتقد أن أنت قادر زي ما قلت لك لعبة النادي الأهلي الموجودين حاليا دلوقتي بالإضافات اللي هي كان موجودة أنا بقول لك يمكن فيه تجربة بس كده عدت على الناس أنا في رأيي إن تجربة قوية جدا تجربة المنتخب إلومبي مع برازيل منتخب برازيل إلومبي لا ده تجربة يعني مثلا إيه كان فيها تفوق كبير جدا للعبتنا ولما تيجي تقول بقى لعبة المنتخب إلومبي فيهم ستة سبعة لعبة من النادي الأهلي زائد زي ما قلت لك الإضافات اللي هتضاف فيه يناير إن شاء الله بإذن الله إحنا قادرين أن نواصل في المسابقة دي لأبعد مدى إن شاء الله متفائل يعني متفائل جدا 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 تقول إيه الرجالة الأهلي يعني أبطال النادي الأهلي والسكواد الجديدة طبعا أنه في منهم جوم لبسوا تيشت مرة واحدة في مطش واحد أخذ بطولة يمكن بقدر بنون لعب يوم 90 دقيقة حصل على بطولة أنا بشكر لعبة النادي الأهلي الحقيقة يعني بشكرهم يعني شكرا كبير جدا 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 أنه هم فعلا أثبتوا أنه هم رجالة بشكل يعني قوي جدا جدا بيحبوا نديهم بشكل قوي جدا جدا بيخافوا على اسم نديهم بشكل قوي جدا حقيقة ما نصقوش تلمهطرات اللي كانت موجودة والناس كانت عاوزة تأثر عليهم لا بالعكس يعني حصولهم الحقيقة على الطلب بطولات يعني ده يحسب ليهم ولازم جمهورنا طبعا بيقدرهم بشكل كبير جدا وبنشكرهم بشكل كبير جدا وبنقول لهم أنه احنا كمان عاوزين الحقيقة كس سوبر وكس سوبر إن شاء الله بإذن الله الأفريكي إن شاء الله شرفتونا وفرحتونا بس برضو مش هنسيبكم بزبط عايزين نكمل بقية المشوار بزبط شرفتنا ونهرتنا كالترمضان ومبروك مرة تانية على الفلسية وإن شاء الله بإذن الله تتوالى النجاحات ويكون كل لقاءتنا كده فسط أجواء الحقيقة يمكن أن الأهلوية فرحانين وفخورين جدا مش بس بالبطولات اللي بتحققها في فرقتهم أو فرقهم المختلفة في مختلف رياضات لكن كمان فرحانين وفخورين بإدارتهم بالزبط بمبادئهم الحقيقة اللي بتأكد عليها إدارة النادي الأهلي وبترجمها في أفعال وليس أقوال في كل مناسبة الحقيقة ويمكن حديث مبارح الحقيقة مطمئن لكل المحبين والله الناس مبسوطة جدا يعني كل الناس اللي قابلتها وشافت الانتربيو بتاع كابتن محمود القطيب بتكلمني وهي سعيدة ومبسوطة كما لو كنا خدنا بطولة أو رفعنا كاس مبارح الحقيقة بالزبط شرفتنا ونقرتنا مرة تانية وبشكر طبعا حضراتكم بكرة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي والمقصة وانطلاقة مشوار المرض الأحمر في بطولة الدوري نتمناها حمراء وأهلوية بشكر حضراتكم على المتابعة ونقابل حضراتكم في حالة